البشر إلى حالة غرور يشعر أنه لا يحتاج عندما لا يشعر بالاحتياج طبيب هذا الفرد مريض يحتاج إلى الدواء ولكن هذا المريض لا يشعر بحاجته إلى الدواء هذا المرض يستفحل يستفحل إلى أن يوصل إلى مرحلة يشعر أنه لا بديل له إلا الرجوع إلى هذا الطبي البشرية في يوم من الأيام كانت تعيش غرور الشيوعية الشيوعية إجاد بإعلامها لعل الكبار منكم عايشوا الفترة الشيوعية بإعلامها وقوتها وقنابلها الذرية التي يمكن أن تدمر الكرة الأرضية كم مرة هذا هو الملاذ وهذا هو الملجأ ليس فقط في بلاد الغرب حتى في بلادنا كم مليون كم مئة مليون راحوا وراء هذا السراب الكاذر بعد ثمانين عام وإذا ينكشف الزيف الآن الشيوعية اللي كان إلها ذلك الدوي أي بريق مال انحسرت الشيوعية انتهت الشيوعية إذا واحد يقول أنا الشيوعي ينظر إليه بامتهان راح بعد ماكو الآن من اللي خلف خلفته الشيوعية الرأسمالية الرأسمالية بشعاراتها وقوتها هذه القوة التي ربما لم تتح في التاريخ لقوة أخرى شعاراتها البراقش لون شعارات حتى خدعت بعض شبابنا من بعيد عندما يشوفون هذه الشعارات الحرية الديمقراطية المريض لا يريد يراجع الطبي ماذا تفعلون به المريض لا يشعر بالحاجة إلى المراجعة إلى هذا الطبيب الطبيب يجي يفرض عليه يجبره في هذه الآية مال سورة يونس الله سبحانه وتعالى في الآية التالية بعد الآية الأولى فلولا كانت قرية آمنت الله سبحانه وتعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمني ما يمكن الإكراح سنة الله لم تقم على الإكراح ولكن شوية شوية دا ينكش أن الرأس مالية أيضا سراء عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أحد الأئمة الذين أكثروا الحديث حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما يكون هذا الأمر يعني قيام الإمام المهدي صلوات الله عليه حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس الكل يحكموا كل الأصناف الشيوعيون حكموا البعثيون حكموا الرأسماليون حكموا الديمقراطيون حكموا القوميون حكموا لأن بريق أكو بعد هذا المجتمع ما يشعر بالحاجة الحاجة موجودة ولكنه لا يشعر بالحاجة الشعور بالحاجة يعني أنا أمثل لكم إذا واحد ابن في غرفة الإنعاش الآباء يفهمون ماذا أقول الأمهات يفهمن ما أقول ابن في غرفة الإنعاش دا يموت بين الحياة والموت في حالة غيبوبة هذا الأب وهذه الأم أي حالة عده بالليل ميت مكنينا يدعو يتضرع نصف الليل يقوم يصلي صلاة الليل لأن يشعر بالحاجة يشعر بالخطار إحنا هل ندعو للإمام المهدي صلوات الله عليه كما ندعو لولدنا بهذا المقدار هل ندعو للإمام المهدي كما ندعو لحاجة من حاجاتنا الدنيوية الصغيرة هذا يدل على ماذا دعاء لقلق ألفاظ واحد يقوله غير تلك الألفاظ الذي يقولها الإنسان في حالة الخطأ هذا هو التضرع فلولا إذ جاءهم بعسنا تضرعوا إحنا كأفراد ما أقول كلنا ما وصلنا إلى هذه الحالة هذا يدل على أنه لا نشعر بالاحتياج البشرية ككل بعدها ولو الآن دا تتململ هاي الأنظمة الوضعية لم تقدم لهذه البشرية إلا الدمار يوم على يوم هذا الدمار دا يزداد ولكن بعد البشر بشكل عام ما دا يشعر بالحاجة بعد عند أمل في غير الله سبحانه وتعالى إحنا نظامنا فكرتنا دولتنا لا ثم يقوم الإمام المهدي صلى الله عليه بلفظه الآخر الذي يقام لأجله بالحق والعادل بعد الكل تعبوا بعد الكل يشعرون ما عدهم هاي الأنظمة الوضعية دمرته حطمته الآن هذا النظام العالمي شوفوا الآن في كم بقعة من العالم قاتل تدمير هذا أي فشل لهذا النظام العالمي الآن كم نقطة ملتهبة أكو في العالم هذا ميدل على فشل هذا النظام العالمي الذي يبشرون به وإلى أين المسيرة تصل الكوارث اللي دا يصبوها على البشرية إحنا من يعلم شنو خبأ لنا القدر قدام المهدية موتتان موت أحمر وموت أبيض هذا النظام العالمي دا يجر البشرية كلها كل البشرية واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة إحنا من عيش حالة الآن النظام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم الله يأخذ الآثار الوضعية لا تفرق تشمل الجميع الموت الأحمر السيف حروب هذه القنابل الذرية لقتل البشر إذا قامت حرب عالمية ثالثة شنو يصير هذه القنابل الذرية النووية القنبلة الصغيرة اللي ألقوها على هيروشيما قتلت في لحظات أكثر من مئة ألف إنسان ثم بخرتهم إن عدموا والقنبلة الثانية التي ألقوها قتلت لعله أكثر من سبعين ألف إنسان مئة وسبعين ألف هاي القنابل اللي الآن نمسويها شنو نسوي بالبشرية الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون الأوبئة قال الأمراض اللي الأنظمة الحديثة ابتعادوا البشر عن الله دا يولده الآن كم مليون إنسان مصاب بهذا المرض الخطير نقصل مناعة المكتسبة اللي هو مرض معدي ومسري حتى إلى الأبرياء كم واحد كم مليون إحصائيات إقروه حتى يذهب من كل سبعة خمسة خمسة أسباع البشرية تنتهي على أثر هاي الأنظمة الوضعية وعلى أثر ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني بذلك خروج المهدي أنه يتبين لهم أنه الحق هو من عند الله عز وجل يراه هذا الخلق لابد منه لعله معنى هذه الجملة الخلق يشوفون بعد ما عدهم ملاجه بعد ما عدهم ملاذ إلا الإمام المهدي هناك بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي كمنجي وكمنق إشقد الإمام يحارب حرب محدودة الحرب المحدودة التي يثيرها ضد الإمام الظالمون ثمانية أشهر ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء لعله لأنه الجو العام مهيئ لذلك البشرية سوف يأتي يوم نأمل أن يكون قريبا تشعر أنه لا ملجأ إليها إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجع ولذلك عندما يخرج هذا المنقذ البشرية تقبل عليه المسيحيون يؤمنون به المسلمون يلجأون إليه إحنا أيضا في هذا العهد يمكن أن نسرع هذا النضج وهذا الوعي الآن العالم تحول إلى قرية صغيرة في هذه الغرفة الآن توجد كل الأديان والمبادئ والمذاهر الآن التشيع في كل غرفة يمكن أن يصل فكرة المهدي المنتظر يمكن أن تدخل في كل غرفة مو مثل قبل اللي كانوا يضعون الحدود قبل كانوا يخلون حدود لتروحون لتتكلمون لتروحون إلى مجالسهم لتسمعون كلماتهم الآن بعد ما يمكن بعد حدود ما كو الشاب يدخل في غرفته يغلق الباب ويتمكن يشوف كل شيء في هذا العهد يمكن تسريع دفع البشرية إلى الإيمان بالمهدي وانتظار المهدي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للتعجيل في ظهور المهدي يقول إن الله سبحانه وتعالى مضمون الرواية كتب العذاب على بني إسرائيل فترة طويلة لموقف الآن ما علي بتفصيل ذاك الموقف فلما طال عليهم العذاب ضجوا عذاب طال إحنا ما الآن دا نعيش في العذاب عذاب الغيبة إذا واحد ما شعر بعذاب الغيبة فلقصور فيه هذا العذاب شملنا جميعا حرمنا بركات حضور الإماء ظهور الإماء فلما طال عليهم العذاب ضجوا ضج مئة وسبعين عام من العذاب خفض على أثار تضرع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة